الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات النهاردة معنا سورة يعني حسب الترتيب اللي حمشين به فمعنا سورة المرسلات جاهزين كله فتحة معرف ان انتم حفظين بس معلاش فتحت الصورة طيب سيدنا من عباس بتقول له ام الفضل مين ام الفضل دي حد يعرى ام الفضل دي امه ماشي يعني زوجة سيدنا العباس امه فهو كان بيقرأ سورة المرسلات وهي سمعته يعني فلما سعت له قالت ايه يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأوا بها في المغرب فهي افتكرت هي بتقول له يعني دي اخر حاجة انا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا بها في المغرب يعني مش معنى كانوا دي اخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قراءها بس يعني انا معرفش بالزبط ايه اخر حاجة قراءها او انا معرفش يعني بس الاستوقف من دي صورة مكية وهي بتتكلم على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها في الاواخر فمعاني الصور المكية بالزاد صورة المرسلات النبي صلى الله عليه وسلم كان يدوم على ان هو يقرأ بها للناس فاهمين اللي عايز اشير ليه انه المعاني اللي في القرآن المكي اللي نزل في الاول هو اصلا الاصول يعني هو اللي بنى الصحابه هو اللي لازم يفضل يكمل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صورة المرسلات وفي المغرب يعني جهر وسورة المرسلات يعني صفحة ونص فالنبي صلى الله عليه وسلم في المغرب يقرأ الصورة ويدكر الصحابة بمعانيها فعشان كده ان شاء الله نتدرسها النهاردة ونشوف ايه المعاني اللي الصورة بتشير ليها طيب صورة المرسلات مبدئيا كده لو قريتها حتى من اول مر هتلاقي فيها جملة مميزة جدا ايه هي نقروها بقى ايوا عشر مرات في صفحة ونص الجملة دي بتتكرر ده يعني خلاص بديهيات انك تقف انه ربنا تكرر الجملة دي ويلون يومئذ للمكذبين عشر مرات وفي صفحة ونص يعني هو اصلا هي بتيجي كل ثلاث سطور وقال يعني سبحان الله عايز تعرف موضوع الصورة يكفي اصلا الجملة دي تشوي دلي عارفين في صور بتتكلم عن دلالة مثلا وقوع يوم القيامة او التنبيهة على وقوع يوم القيامة او الاخبار مثلا عن احداث الساعة الصورة دي مش بتعمل كده الصورة دي بتحذر المكذبين من يوم القيامة النبرة بتاعت الصورة فيها 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 نهر الواحد بينهر واحد فيها شدة هو ربنا بيقولهم يويلكو يوم القيامة ويويلكو دي صعب قوي لما تيجي من ربنا سبحانه وتعالى يعني انت لما يبقى فيه واحد وبتتوعده يعني دي الصورة الصورة بتعمل كده الصورة بتتوعد بتحذر وبتتوعد وبتهدد مش بتقول انه في يوم قيامة زي ما احنا متعودين في العادي ايه الإخبار او حتى يعني انه ربنا بيرسل الآيات عشان نعرف او عشان يبين او عشان يصف لأ الصورة بتهدد وبتحذر وبتتوعد اللي كذبوا باليوم ده حتى جوه جوه الصورة وبيتقالهم بيحصل فيهم ايه كلها تهديدات كلها وعيد صورة صورة مخيفة يعني هي الصورة بقول لأ مش بس بتوصف اليوم لأ يعني مش زي مثلا صورة التكوير بتوصف يوم الايام ايه ايه ذا الشمس ايه ذا النجوم لا الصورة دي بتقول لك يا ويلهم ودي دي مشكلة لأن الكلام جاي من رب العالمين المالك يوم الدين نفسه لما انت تبقى في واحد غضان عليه وبتنقطه وبتكرهه وبتتوعده وتقدر تنتقل منه وبعدين بتوجه له بقى كلام هي دي الصورة عشان هي صورة يعني حتى لما 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 حد بيقرأها بفضل انه صوته يبقى 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 فيه يبقى فيه حزن يعني مش عارف فهمين قصدي ولا لا بس دا يفهموا اكتر اللي صوته حلو يعني وبيصلي يعني نبرة الصوت ممكن تبقى زي مثلا مثلا قراءة مثلا مشاري لصورة يوسف حد عارفها دي معروفة مشهورة لطرح القصة انما ما يناسبش مثلا لو يقرأ المرسلات محتاجة نبرة مختلفة محتاجة نبرة توضح عن الشدة والغضب والوعيد لان هي الصورة عشر مرات بتقولهم يا ولك ولو انت واحد اكبر منك واقدر منك واعظم منك واقوى منك وجابك لو مثلا دكتور في جامعة وجاب حد وهو اللي في ايده والقلم اللي هينجحه وتخيل معي سياخبة الكلام معاه هو بيقوله انت مش ناوي تذاكر انت كذا يا ويلك من اللي يحصل فيك وبعد كده يكمل معي يقوله مش بتحضر يا ويلك من اللي يحصل فيك وبعد كده يقوله كمان عمال تضحك يا ويلك من اللي بيحصل كلمة يا ويلك دي تقيلة قوي انها تتقالك مرة تخيل مثلا في في صفحة صفحة دي عشان تقراها بتاخد ادي جماعة تلات اربعة دايق ربنا اللي بيقول لهم فالصورة اصلا انت تسمع التهديد ده مرة كفاية يعني ويلون يومئذن المكذبين دي التهديد بالويل ده جي في القرآن صح? جي امتى جي امتى جي فين في صورة الهمزل ما حلو ويلون لكل همزل جي مرة في الهمزل فين تاني جي في المطفين ويلون يومئذن المكذبين نفسها جات في المطفين فين تاني في صورة الطور ربنا قال فويل يومئذن المكذبين هذين هم في خوض ينالعبون تلات مرات ده اللي احنا مستحضين لدلوقتي في الاغلب يعني في القرآن كل وعشر مرات في صفحة واحدة عشر مرات في صورة المرسل فهمته فصورة المرسلات مرسلات موضوعة هي تتوعد المكذبين بيوم الايام غير الصورة كتيرة اللي بتوصف وبتتكلم عن يوم الايام وبترد على شبهات وبترد على تكذي لا لا الصورة دي مش بتعمل كده وهتلاقيها دخل في الموضوع على طول فمهم قوي ان انت تستشعر الجوة بتاع الصورة وهو يوم الايامة نفسه بقى يبقى بالنسبة لنا يعني يعني يظهر يظهر على حقيقته وهو يوم مخيف جد ويوم اغلبه خسارة يعني ربنا سميه يوم التغابن يوم الخسارة ويوم اغلبه ندم يوم الحسرة لان هو اغلب اغلب المشكلة يعني المشكلة مش من عند stars مشكلة عندنا مشكلة عند اغلب الناس لان ما ربنا قال لسيدنا ادم اخرج بعث النار يعني الناس هتخش النار فسيدنا ادم يعني قال له مين يا رب فربنا قال له ايه من كل الف كم واحد 999 واحد بس اللي يبينجم موضوع على فكرة مش حسبيا منطقي جدا هو فيه مليار واحد عايش شيل منهم غير المسلمين وبعد كده شيل بقى من المسلمين اللي هم غير المسلمين برضو بس يعني مش مشكلة لمكتوب قصدي في الباسبور يعني وبعد كده اللي فاضلين بقى شيل منهم العصاة شيل منهم اللي هيخش النار شوية يعني فعلا هو نسبة اللي بيانجو قال فاليوم ده هو كده فيه غضب من ربنا وفيه انتقام من ربنا وفيه عقوبات وفيه أصوات ينادونهم وعمالين يصرخوا يصطرخون وفيه ناس بتجري وفيه ناس مهطعين وفيه ناس خاشعة ابصر هو اليوم ده مش يعني على المؤمنين ممكن يبقى كويس والحمد لله بس هو أصلا لو بصيت له من برة هو مخيف جدا هو مليان أهوال فصورة المرسلات بقى بتعيشة فاليوم ده حقيقة لأن بيقولك الصورة جواها صعب جدا جواها شديد فده مبدئي فليه بقى المرسلات يعني اصلا هم اصلا في التفسير اختلفوا يعني يعني ما هي الريح اللي بترسل كلمة مرسلات ده اصلا عشان تفهموا الاختلاف بيجي ليه في تفسير يعني ليه كلمة مرسلات يبقى فيها اختلاف لأن المرسلات ده وصف اصلا يعني اللي بترسل فطالما الموصوف مش متحدد فممكن يبقى اكتر من حاجة فهمتوا ليه في اختلاف ساعات بالتفسير يحصل عشان الذكر هو وصف مش الموصوف فايه هو اللي بيرسل ما رب الله بيرسل ايه الريح وبيرسل ايه الملائكة فهي انهي واحدة فيهم فيختلفوا وكل مفسر يرجح ليه قال دي بس قصدي عشان تفهم يعني ما نجيلك اسئلة ليه المفسرين بيختلفوا من اللي بيخليهم من اسباب اللي خليهم يختلفوا حاجة زي دي وحاجة زي دي ما انفعش ما تختلفش فيها الا لو في حاجة واضحة جدا في السياق بتقول لا دي لازم تبقى كده عشان اللي بعديها كذا المهم بس انا بديك برضو يعني علامات بسيطة كي صغارة انك يعني ما تستغربش لما الناس تختلف لما مفسرين اختلفوا لما الفقهاء اختلفوا يعني هو الدليل بيحصل في ايه؟ الاية بيحتمل وساعات ما يعني حاجة زي دي خلاص ما تعرفش تفصل فيها في حاجات ممكن تفصل فيها بس في حاجات خلاص احنا ميقول يا ايه ما الريح ايه ما الملائكة خلاص فسواء كانت الريح او الملائكة وكمان الريح هي مش الريح ايه؟ مش الرياح فيه فرع بين الريح و الرياح الريح اللي هي الريح الريح العادية الريح اللي هي الريح الشديد العاصفة فسواء كانت الملائكة سواء كانت الريح الشديدة فهي آيات ربنا بيقسم بيها أن يوم الياه مواقع وهي آيات من الآيات اللي بتدل على قوة ربنا وقدرة ربنا فدائماً اللي ربنا بيقسم به قسم ثلاث حاجات صح؟ ايه هم؟ اللي بيقسم به اللي هو هنا زي المرسلات وآدات القسم اللي هي ايه؟ اللي هي و والمرسلات واللي بيقسم مقسم عليه خلاص؟ او جواب القسم اللي هو إنما توعدون لواقع فلازم فيه عواقبة بين دول يعني ليه يقسم بدا عشان يأكد لك ده فربينا سبحانه وتعالى بيؤكد أن يوم الياه مواقع إنما توعدون لواقع فتسمية الصورة بالحاجات دي إشارة سريعة إنه ربنا قدير ربنا بيرسل ملائكة وبيتحكم في الرياح والرياح دي بتهلك والملائكة دي هي اللي بتنشر في الأرض رحمات ربنا وأقدر ربنا هي حاجة سريعة تفكرك بقدرة ربنا وبالتالي لما يقول إنما توعدون لواقع هو قدير فده ما بدايين برضو هي ليه سمية بداي فطبعا الصورة اللي قبلها ربنا قال إيه والظالمين عد لهم عذابا أليمة فهنا هي ربنا بيقول لهم إيه وهي اللي يوم أيدي المكذبين فرق بقى هيعمل فيه وبين فدايما بنحب نربط من الصورة ومن اللي قبلها عشان لو أنت جدع كده وتخلص الصورة وتخش على بعديها ما تحسش أنت ما تقراش كتاب تاني هو نفس الكتاب وبيغتك من الفكرة لتكملتها لتغيير فكرة تانية جواها وبعد كده يربطك بالبعدية سبحان الله لو ورنا قرآن كله كده هتلاقيه كله كده لأنه ترتيب الصور أصلا توقيفي ولا اجتهادي ترتيب الصور توقيفي ترتيب الصور توقيفي على الأرجح يعني بين اللي من اللي على بعد فعرفنا اسم الصورة دي تسمى كده وإيه الموضوع تعاوا بقى نخش جوا الصور فإحنا عندنا يعني هي الصورة أصلا تتخذ على كلها وبعدها في شوط واحد بس إحنا نحب نقسم برضو الصورة زي ما احنا تعاودين اللي أشواط يعني فالشوط الأول ربنا بدأ الصورة بيقسم بيقسم بالمرسلات اللي هي سواء كاتل الملائكة المتتابع عرفة اللي جاية وربعة أو الرياح وبعد كده بيقسم بالعاصفات اللي هي اللي هي الريح بقى يعني هم مختلفوش في العاصفات لأنه هو يجمع الفعل بتاع المرسلات يرسل فعشان كده بيختلفوا فيها زي والناشرات الناشرات دي اختلفوا فيها لأيه لأن ربنا بينشر فطلما تتبع القرآن هتلاقي الملائكة تنفع وهتلاقي ربنا بينشر يرسل الرياح فتثير وسحابة فهتلاقي هم مختلفوا هادي السحب ولد ملائكة فهمتوا الخلاف هنا بيجي منين من الموصوف يعني طيب إنما في الفارقات فرقة فدي الملائكة التي بتفرق بين الحق والبطل بالوحي اللي بترسل به فالفارقات فرقة في الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا فربنا بيقسم بالرياح بيقسم بالسحاب بيقسم بالملائكة اللي هي كلها جنود ربنا كلها آيات على قدرة وقوة ربنا إنه قدير وقوي إنما توعدونا لواقع فبيقسم بالملائكة أو الرياحة التي ترسل وبالريح الشديدة التي بتعصف وبالسحب التي يعني الرياح بتنشرها وبعيكاب بتتطاقل بها بقى المياه وتسقط وبيقسم به الملائكة اللي ربنا بيبعثها بالذكر وتلقيه فالملقيات ذكرى وتفرق به ويكون الذكر ده عذر إنه ربنا خلاص أعذر خلاص أعذر من أنذر صح إنه ربنا أعذر وإنه ربنا يعني بعث للناس النذير ومعك عذرك كده خلاص يعني أنت وصل لك الرسالة فده اللي ربنا بيقسم به بيقسم إنما توعدونا إيه لواقع إنه العذاب وإنه يوم القيامة لواقع وإنما توعدونا لواقع جت قبل كده جت فين جت في سورة الذريات إنما توعدونا لصادق وإن الدين لواقع وبرضه واقع جت في سورة التور ربنا قال إن عذاب ربك لواقع فكل ده يؤكد نفس المعنى يوم القيامة قادم وعد ربنا بالعذاب قادم وواقع ففي حد شعر في يدفعه ما له من دافع وبعد كده ربنا بيذكر فإذا النجوم طمست ودي من أهوال القيامة النجوم اللي يحصل فيها تطمس يعني تطفى يعني أنت بتطفي النار بتطفي النجوم نور هيطفي وإذا السماء فرجت تبدأ السماء تنشق وتنفطر ويحصل فروج في السماء وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نوسفت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف وهكذا وإذا الرسل أقتت أقتت يعني جاءت زي ما ربنا قال في سورة الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيئ بالنبيين والشهداء وإذا الرسل أقتت هكذا ربنا يقول لأي يوم أتجلت هي الرسل كل ده فين هي الرسل ليه كل ده متأجل إن هي تيجي وجاية دلوقتي لأي يوم أتجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويلو يوم أيدي المكدرين فده كده الشرط الأول إن ربنا بيقسم من اليوم جاي وإن ربنا بيشير سريعا لأبعض الأهوال اللي هتحصل في اليوم ده النجوم والسماء والجبال والكون كونه بيتدمر زي احنا عارفين وبعد كده تفصيله عايزين نقف معها وإذا الرسل أقتت لما الرسل هتأتي دي من الحاجات اللي انت محتاج تتدبرها اللي هي إيه اللي هي مشاهد ومواقف الرسل يوم القيامة لأن احنا يوم القيامة فيه أحداث عظيمة ذكرت لنا بعض منها حاجات بسيطة أوي صغيرة أوي تفاصيل صغيرة التفاصيل دي محتاجين نعيشها منها موضوع الرسل يوم القيامة بيبقوا فين بيبقوا عاملين ازاي وبيقولوا ايه دي من الحاجات اللي تخليك تعظم يوم القيامة جدا لأنك هتشوف أشرف الناس وأعظم الخلق قطعا يعني في وضع غريب ليه في وضع غريب لأنه هو العقل بيقول أنه هم دول المفروض بيقوش عاملين كده يعني فهم يعني لما أنا بحاول بس أفتح نص حديث كده عشان هو طويل ونقرأ كله إنما الرسل دول يا جماعة مش بيقولك مش هقولك مبشرين بالجنة ده هو ده هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا إبراهيم قاعد يقول له وشاف سيدنا موسى في السماء السالسة في المعراج خلاص يعني دي الرسل لربنا أصلا سمى صورة بقى بقى سميهم وبيقول لنا لا ستبقوا زيهم وبيقول إن هو اتخذ ده خليل ونعم العبد خلاص هم ناس خلصوا يا جماعة يعني هم خلصوا فعلا اللي عنده فتيجي تشوفهم في يوم الايامة في موقف غريب جدا أول أول مشهد مع الرسل تعالوا نقرأ الحديث أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد والنس يوم القيامة هو بيقول للصحابة قاتل مع الصحابة هو أول الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم فدفع عليه منها الزراع الزراع الهو إيه مزق وفيه فخدة وفيه إيه وفيه كتف الزراع الهو إيه ماشي كتف فدفع عليه الزراع وكانت تعجبه فنهس منها ناس هو قاعد مع الصحابة وبيأكله وهنا أمواخة أطمى وقول لهمjer أسيد ولد آدم عجبني ه squeeze أنه النبي تعالي لله ありاءina هم وهم عاديين تأكل ooh بيتكلموا عن Environment لأننا عادة ما هنتكلم في الدين في الدرس هذه نفهم لكن معاني الدين بالأكيد ليس معانا في حياتنا النبي على السلام يأكل حلقة اللحمة اللي حبها وبعد ذلك يقول لهم يقولوني أسيد ولد آدم وبعد كي يقول لهم هل تدرون لما ذلك نبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم ليه هو مش كلامه خلاص هيقول لهم إزاي أنا سيد ولد آدم إزاي أنا أعلى واحد في البشرية وعود يا جماعة قال هل تدرون لما ذلك فقال نبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم الناس بيلجمها العرق والناس متكدسة والناس عطشانة والناس خايفة فقالوا إيه ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم إنه أصلا يبدأ الحساب إحنا عايزين نتحاسب عايزين نشوف اللي يحصل عايزين نتحرك من المرحلة اللي إحنا فيها دي فيقول بعض الناس لبعض إيه بقى أبوكم آدم نروح لسيدنا آدم هقول لك أول لقاء مع الرسل يعني مش لازم تبقى الأول بس يعني في اللي ورد لنا تعيش مع المشهد ده سيدنا آدم فيقولون أنت أبو البشر فاشفع لنا إلى ربك إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول سيدنا آدم إيه سيدنا آدم أنا أعرف عنه وأنت تعرف عنه أنه عمل زنب واحد بس في حياته وربنا تابع عليه منه صح؟ يعني واحد ما عملش غير الزنب أنت أصلا لو عملتش غير الزنب واحد النهاردة تبقى جامد قوي وأنت لسا ما وصلتش لديه ليه زنب في اليوم إنما سيدنا آدم هو زنب واحد اللي نعرفه ثم تابع عليه ربه يعني ربنا تابع عليه فبص سيدنا قال إيه قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة في عصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فتوم الناس جاري لكن عكس أنت إحنا مع الناس وبيجروا على سيدنا نوح ويقول إيه نوح أنت أول رسل إلى الأرض وسماك الله إيه سماك ربنا إنه كان عبدا شكورا بما قالك إيه لعليك إنك عبد وإيه لعليك إنك شكور يعني خلاص أكيد أنت فاشفع إلى ربك فأقول سيدنا نوح إيه نفسي نفسي سيدنا نوح بقى متضايق من إيه يعني ليه نفسي نفسي قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اللي هو إيه إن كانت ليه دعوة فدعوت بها على قومي سيدنا نوح لما قال له ربي لا تذر على الأرض من الكثيرين ديار سيدنا نوح شايف إنه هو كده أنا أستخلي بالك الأنبياء في مرحلة مرحلة إحنا عمرك ما تتخيلها هو ممكن يبقى عنده مشكلة أنا دعيت دعوة ما كانت شوفه أدعيها بس يعني سيدنا آدم عصى تاب ربنا قبل ربنا كتب في القرآن ربنا قاب في القرآن إنه قبل بس هو لسه إيه يعني حساسين جدا 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 انتجاه تعامل مع ربنا حاجة رهيبة اللي بيحركهم إيه بقى يا جماعة في كل كلامهم ده هتلاقي كل الأنبياء يذهبوا إلى إبراهيم هتلاقي سيدنا إبراهيم يقول نفس الجملة الجملة دي إنه ربنا غضبا غضب مغضبش مثله يعني هما بيتكلموا سيدنا آدم بيتكلم من أول البشرية الأنبياء بيتكلموا عنه من أول ما ربنا خلقنا لحد دلوقتي ربنا لم يغضب مثل هذا الغضب وبيقولوا ولن يغضب مثل هذا الغضب هو ده اللي شغل الأنبياء اللي شغل الأنبياء كمية الغضب اللي هم عارفين إنه هو واقع يوم رهيبة يا جماعة يوم ربنا يغضب فيه كما لم يغضب من قبل ولن يغضب بعده مثله فكلهم كتب سيدنا إبراهيم يقول نفسي نفسي وعكاة ده يقول سيدنا موسى يقول لهم نفس الكلام يقول لهم نفسي نفسي فده أول مشهد مع الرسل انت ما لما الرسل تقول نفسي نفسي طب إيه وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه عرضت علي الأمم يعني إحنا ده أول مشهد مع الرسل فيه مشهد تاني هتلاقي الأنبياء مشهد في يوم الإيامة ووراهم الأتباع بتوعهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمم يوم الإيام يعني فرأيته النبي ومعه رهد ورأيته النبي ومعه الرجل والرجلان تخيل ورأيته النبي وليس معه أحد يعني فيه نبي عاش ومات ومحدش واحد أسلم وكلهم بيسيروا إذا الرسل أقتت وبعد كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما قال رفع عليه سواد عظيم يعني مش بقى رهد سواد فضلنت أنها أمتي فطلعت مين فطلع هدى موسى وقومه وبعد كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت للأفك الآخر فلا أسواد أعظم اللي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الأنبياء هم بيتحركوا في يوم الإيامة وكل واحد معه إيه؟ قومه الرهد أو الرجلين أو اللي معهوش حد خالص وبعد كده ربنا بيقول فلنسألن الذين أرسل إليهم وإيه؟ ولنسألن المرسلين يعني وإنت وقى في يوم الإيامة كده تلاقي أصلاً بيتنادع على نبي عشان هيسأل النبي بيسأل بس بيسأل في إيه النبي؟ بلغت ولا؟ تخيل تخيل يعني يا رب هو حتى ده بيسأل يعني هو بلغ أصلاً هو ربنا هيبعث للنبي ونبي مش هيبلغ يعني ما فيش الرسل معصومين من الكلام ده يعني الخلاف بين العلماء لو عملوا زنب في الزنوب الصغائر اللي هي ملهاش علاقة بالتبليغ والرسالة والشرع وتبليغ الشرع وكده يعني بس ربنا بيوريك إنه في يوم الإيامة ده يا جماعة ما فيش تفصيلة بتعدي ما فيش حد بعدي فالرسل بتسأل وربنا قال كده في صورة المأيدي يوم يجمع الله والرسل فيقول ماذا وجبته؟ بلغت وقلق وإيه اللي حصل أنا بلغت وربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم إيه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني رسول كل أمة هيجي ويتسئل وجئنا بك على هؤلاء شهيد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بك لما سمع الأية دي بكى ليه؟ لأ يا رب أنت هتجيبنا أنا توقفني وتسألني عشان كده يعني إحنا ليه؟ ليه الحاجات دي بتخوفناش قوي زي النبي صلى الله عليه ليه ما تبكيش لما أقول لك هتتسئل عشان إحنا مش عارفين قدر يوم الإيامة هي المشكلة هنا فالناس متفوتة بقى ما بين في ناس بتهزر في يوم الإيامة في ناس بتتكلم عن يوم الإيامة كأنه يوم من أيام الحياة في ناس بتخف منه شوية بس الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان عارف يعني يوم الإيامة واللي بيحصل فيه لما ربنا قال له أنت هتتسئل النبي صلى الله عليه وسلم بكى دي المرحلة الحقيقية بس إحنا بعادة واعنا فإحنا بس مع مشاهد من مواقف الرسل ولما ييجي سيدنا نوح ربنا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقول يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك لبيك وسعديك يا رب فيقول ربنا يقول هل بلغت فيقول نعم يا رب فيقول لأمته ربنا يعني بلغكم فيقولون ما أتنا من نذير فيقال من يشهد لك فيقول سيدنا نوح محمد وأمته محمد وأمته إحنا وصلنا أنه هو بلغ فربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون أنه بلغ ويكون الرسول عليه مشاهده ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم فتخان الرسل بتسأل يعني تخان الرسل بتتجاب وبتقف وبتسأل وبتجاوب والمشهد الرهيب بتع صورة المائدة مشهد يواريك فعلا مين الملك يعني لما ربنا يجيب سيدنا عيسى يتقال الله ويتقال الله يا عيسى بن مري أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شوف ربنا يجيب سيدنا عيسى قدام النصارى كله ويسأله أنت متخيل يعني هو بيسأله ليه هو ممكن يقول له لا هو مفيش حد يا جماعة إلا هو يسأل مش حد إلا هو يقف مش حد إلا هو هيحاسب فربنا يسأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يقول إيه سيدنا عيسى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد بعد كده سيدنا عيسى يقول جملة أنا ما أعرفش يعني بس أنا حاس أنه هو هيبص القاومة إنه قال له إيه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإنت أغفر لهم فإنك أنت العزيزة حكيم تخيل ده بيحصل يوم الإيابة ونصره بيسمعه ده الصدمة بتاعة إيه ده هو مش ربنا فعلا هو مش ابن ربنا وبيسمعه وسيدنا عيسى بيقوله بيقول ربنا إيه لو هتعذبهم دول أصلا عبادك أنا ما عرفش مليش دعم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيزة الحكيم فربنا يقوله إيه هذا يوم ينفع الصديقين صدقهم فالأنبياء هتسأل يعني في الأول هم خايفين مرعوبين من غضب ربنا الواحد فيهم مش قادر يعمل إيه يروح يقول لربنا حاجة يعني هو أصلا مش هيطلب حاجة غلط الحديث بقى أنا سيد ولد آدم عشان لما هيروح النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم أنا هروح وأكلم ربنا يعني بيها مرعوبين مش قادرين يتكلموا مع ربنا في حاجة حاجة يعني أصلا هتحصل الحساب يبدأ يعني وهكذا الأنبياء بتجمع ومشي مع الأقوام وبعيكذا نبي نبي بيسأل وإم تنبي صلى الله عليه وسلم تشهد للأنبياء لما أقوامه يردوا عليهم بالتجذيب وسيدنا عيسى يتجاب له وحده ويسأل قدام كل البشر ويرد رد قاطع مش هيطلب يا جماعة رهيبة يعني يعني إذا رسل أقيتت دي جواها تفاصيل كتير قوي كل ده فوادي وبعد كده حضرتي وحضرتك إيه وقفين في اليوم ده يارب انت بتعامل كده مع دول أما هتعامل إيه معاي ف ملهاش غير إن ربنا جماعة إيه يعني تخش يوم اليوم تخلص لامتحان الدنيا ده لازم تبقى كذبان لأن بص ربنا بص بص الجدية بتاعت يوم الايام بص الشدة بتاعت يوم الايام بص الحسم بتاعت يوم الايام موضوع شديد قوي فنرجع بقى إيه لصورتنا وربنا بدأ أول تهديد يا ويل اللي كذب باليوم ده وبعد كده تلت تلت أسئلة كلهم بيبدوا بألم ربنا قال إيه ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم لآخرين كذلك نفعوا المجرمين ويلون يوم ايذ المكذبين ألم نخلقهم من ماء مهين فجعناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا في نعم القادرون ويلون يوم ايذ المكذبين ألم نجعل أرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسع شامخات وأسخينك وماء فرطة ويلون يوم ايذ المكذبين قوة جدل القرآن لما بيستخدم أسليب الاستفهام يعني القرآن لما ربنا بيستخدم الأسلوب ده لدفع الجدل خلاص لأن أنت مفيش ردود على الأسئلة دي يعني مفيش قصد حمالتش يقول لا يا رب أنت مخلقتناش قصد لأن خلقنا فرق مفيش ردود عليها لا أنت مأهلقتش الأقوام مفيش ردود عليها لا السماء والأرض كلها بتبقى أسئلة مش عشان حتى ترد أصلا ولما معاك حق ولما معاك حق ولما معاك دليل ولما بتبقى يعني أفشت اللي قدامك ومعاك صورة وفيديو وخلاص جايبه وبتستخدم معاك الأسلوب ده بيبقى في نص هدومه صح لما تروح لوحده وانت عارف يعني إيه أخوك بقى أخد منك العربية ولا أخد محفظتك وبتبقى أنت أفشه وخلاص وهو عارف وانت عارف ومش عارف يروح إزاي وتجيبه بس وتقوله مش أنا قلت لك وانت قيله ومعاك واتساب وعمل على متل أزرق وخلاص وتستخدم معاك الأسلوب ده بيعافش يفتح بقى بيعافش يتكلم بيعافش يرد فربنا الأسلوب ده القرآن لما بيستخدمه بيستخدمه مع المكذبين وثلاث أسئلة مش القرآن كله عمال يوريك إزاي ربنا أهلك اللي بيكذب سواء الأولين أو الآخرين مش القرآن كله ربنا أوريك إزاي هو خلقك النطفة وفي قرار مكين وإلى قدر معلوم القرآن كله عمال يكلمكم أن الله لخلق الأرض وخلق الجبال وأنزل الأمطار وجعل لكم الأنهار والماء الفرات والماء العز فأنت كذبت إزاي يا ويلك بعد ما كذبت هو سؤال هنا سأل نفسك بالعكس أنت ليه بتكذب يعني هو ليه بيكذب أصلا يعني إيه المبرر أو العزر أو الدافع على إنه واحد يكذب ربنا مش أهلك مش ربنا خادر على إنه يبعثك مش ربنا خلق السماء والأرض مش ربنا خلقك إنت نفسك من ماء مهين على إيه بتكذب فلما ما عندهش رد فيبقى الرد إيه يا ويلك اللي بتكذب بس فبداياتا كده ربنا الأسئلة دي بتبقى يا جماعة إيه للتبكيت عارفين إيه تبكيت ماشي عشانا بقعرفش أشرح عارفي حد مش عارف يعني عارفة ما تبكت يعني إيه يعني بقولك زي ما تجيب واحد وتحصره وتأزقه وتزعل هو عم خلاص عارف عارف إن واحد يصلت ملاحة تقول لي مش أنا أتاك ذاكر اللي هو ليه بتعارف ده اسمه تبكيت ماشي بس هنا عشان هم ما يستاهلوا ده أنت ليه كذبت اللي سيط ده هو المشكلة مش من أنت بتسأله كده مشكلة فعلا فيه فالأسئلة دي وأنت بتقراها كده هو كذبه ليه صحيح بقى كدت لا ياولهم وهو لازم يبقى ياولهم يعني واحد ربنا خلقه من نطفة من ماء مهين ربنا ذكر إنه مهين عشان يقوله أنت أصلا ولا حاجة على إيه بقى بتكذب يعني بقى نهي بقى نتصور تصورت إن أنت حاجة فتقدر إنك ما تتحسبش ولا إن استطعتم أن تنفذوا فنفذوا أنت أصلا من ماء مهين وربنا اللي حفظك في قرار مكين وربنا اللي قدرك واسواك وصورك فبأي حق تكذب فأنت تقرأ كده السؤال تلاقي ما ينفعش كان يكذب عشان كده على طول يا ويل اللي كذب يوم الإيام النهاية بتاعت السؤال بالتهديد والتوعد مناسبة جدا لأنه فيش أي مبرر والسؤال مش استفهامي أصلا سؤال للتعجب والاستنكار مش أكتر يعني وبعد كده يا ويلون يا مهيد المكذبين ده كده ده كده الشوط التاني اللي هو الأسئلة الجدالية اللي بتبكتهم بتقيم عليهم حكت أن هم يا ويلهم وبعد كده تلاقي ربنا بيقول لهم إيه بقى في الشوط التالت انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني كل ده ربنا بيتوعدهم وبيحذرهم وهو بيقول لنا يوم الأيام لما ييجي ومين اللي هيجي وإن اللي هيحصل في السماء والأرض وبيقول لهم مش أنا خلقتك ومش أنا اللي أهلاكت اللي كذب ومش أنا اللي عملت السماء والأرض وبعد كده تلاقي فجأة يتقل لهم إيه انطلقوا انت برضه هم بيردوش ليه يعني من الحاجات اللي تستوقفك هو فين أي حاجة هم ملهمش أي وجود هم وقفين صمتين كده وعملين يسمعوا الأسئلة واحد وقرد تاني وبعد كده يتقل لهم إيه انطلقوا انطلقوا مش بقى إلى النار بص ربنا قال إيه إلى ما كنتم به تكذبون هم هينطلقوا لإيه للعذاب بص ربنا ما قالش العذاب قال إيه إلى ما كنتم به تكذبون زي بالضبط ربنا يقول ذوقوا إيه فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون ربنا يقول ده كتير صورة السجدة برضه وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون دايما يتقل لهم كده روح للعذاب اللي انت ما كنتش مصدقه دي بتبقى تبقى صعب وفي صورة سبق برضه صورة سبق تقل إيه ذوقوا عذاب النار إيه التي كنتم به تكذبون ده بس اختبار حفظي يعني بس انت أصلا مش عبلي يعني قالتي مش قالتي فربنا كتير يقول له روح للنار اللي انت ما كنتش مصدقه روح للعذاب اللي انت ما كنتش مصدقه فربنا يقول لهم انطلقوا فإيه اللي يحصل عشان عايزين نقف مع واقفة يا جماعة الشد ده خلينا نراه على بعض عشان تفهم أنا عايزة عايزة أقف مع ايه ربنا يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ماشي انطلقوا إلى ظل دي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني بين اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر هنشرح دي بس بعي كده ربنا يقول ويل يومئذ المكذبين يقول هذا يوم لا ينطقون هي لازم هتكف بقاكم وهم بيردوش ليه وهم بيكلموش ليه فربنا يقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذنوا لهم فيعتذرون ويل يومئذ المكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ المكذبين المقطع ده بالذات الشد ده بالذات هو اللي هو اللي يأكد لي قوي المعنى أنه دائماً في أسماء ارتبطت في صفات مرتبطة صفات من ربنا صفات ربنا مرتبطة بيوم القيامة يعني إيه؟ يعني ربنا مثلاً بيقول لمن الملك اليوم لله وبعد كده قال إيه؟ قال صفة فاهمين؟ قال الواحد القهار صح؟ فهتلاقي اسم الله الواحد القهار مرتبط بيوم القيامة يعني الآية اللي أنا قلتها دي في زيها كذا واحدة يعني سيدنا يوسف لا مش بتاع سيدنا يوسف في صورة إبراهيم وطرى المجرمين يوم إذن مقررين في الأسفات صرابي لهم من خطران وتغش وجههم النار لا الآية اللي قبليها بقى أيوة يوم تبدل الأرض غير أرض والسماوات وبارزوا لله الواحد القهار كذا مرة ربنا يقول يوم القيامة هيجوا عند القهار وبحس كده من هم هي القهار هنا يا جماعة ظهر هنا جدا 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 يوم القيامة هتشوف 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 أثار صفة ربنا القهار أن ربنا يا جماعة القهار يعني زي والله في عم سبحان الله أنت أنت أنك تقهر واحد أنك مثلا تمسك سكينة وأقول لك مثلا طلع اللي في إيدك ربنا يقهر من غير ما يبقى في سكينة يعني ربنا يقهرك أنك تنام وتنام فهمين؟ ربنا يقهرك أن ربنا أصلا بيملكك وبيملك أعضائك وبيملك الدنيا فليوم القيامة هتشوف القهر ده في صور كتيرة بدايتها لما أبحث انطلقوا هل هم بيقفوا؟ بينطلقوا عايز يتكلم ما يدرش يتكلم هذا يوم اللي ينطقوا ربنا يقول لهم فإن كان لكم كيدهم فكيدون تشوف الزل وتشوف القهر ونهم مش قادر يتحرك شعيف يعمل إيه الكلام ده في يوم القيامة كتير قوي 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 يعني ربنا يقول يوم يأتي يوم القيامة يوم يأتي لا تكلموا نفسهم إلا بإذنه يعني مش عارفة تكلم آه مش مأذون لك ما تتكلمش لا يملكون منه خطابة طب ربنا يكلمنا لا ما هو مش أنت مش هيكلمك مش دلوقتي اشوف القهر وتحكم ربنا وقهره لكل الناس يوم القيامة ربنا يقوله عرد على ربك إيه صفا لنفسك وقف صف مش وقف بمزاجي في أي حتة لا يوم القيامة يخرجون الأجداد صراعا صراعا يعني بسرعة يعني فيه واحد بيبعث أو هم بيبعثه وبيطلعوا يجروا طب أنا مش عايز أجري لا ما مش مزاجك هو خلاص بيقهر على إنه يطلع جاري بيقهر على إنه يقف صف بيقهر على إنه ما يتكلمش بيقهر على إنه يتكلم يعني أنا من الحاجات يعني ربنا يقولي وقيل أدعو شركاءكم فدعوهم أنا دعوهم دي مش متخالي إنها مزاجهم يعني ربنا هم فيه قدام ربنا رب يقوله فهم أين شركاء بقى فقيل أدعو شركاء فدعوهم فأنا من نسباقي ده قهر يا جماعة هو يتقل له تكلم يتكلم يتقل له هم تتكلمش هتتكلمش ربنا يقول انطلقوا يطلعوا يجروا على النار يعني مع ممكن واحد خلاص يا عمى مش عدي السراط لأ ما يجر مزاجك هو بيتقل له يلا عشان انت عدي السراط فبيروح عدي السراط وبيقع وهو عارف انه هيقع وما بيعافش أعمل حاجة دي مش أعضاه أصلا ربنا يقول للملائكة خذوه فغلوه فيبتدره سبعون ملك وياخدوه وهو مالوش فما له من قوة ولا ناصر قمة القهر يوم القيامة انت وانت بتتفرج على يوم القيامة لازم تشوف الصفة القهر وازاي كله مقهور وما فيش غير القهار هو اللي هيقهر في اليوم ده وهتشوف أثار القهر ده ربنا يقول ليه في سورة في سورة فصلة ويوم يحشروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يعني هم أصلا بيحشروا وبيدفعوا إلى النار حتى إذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعوهم وأبصروهم وجودهم ودينه بتتكلم وعينه بتتكلم وجلده بيتكلم قهر وقالوا الجلوديم ليه ما شاهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء هو اللي بيتكلم ده بيتكلم عشان ربنا اللي بيخليه يتكلم فربنا يقهرنا عشان نتكلم فالآيات دي بتذكرني جدا بالصفة دي لما برضو عبد يقول لي ربنا إيه يا رب ألم تجرني من الظلم مش أنت قلتنا فيش ظلم صح؟ هو يقول له كده ألم تجرني من الظلم فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا أشهد وانا هقول لك أنا عملتك كويس محدش يشهد لها ملايكة ولا رسل أنا هقول لك أنا عملتك يا عبد يعني مصري يعني بجد بصوا هو ده هو ده غلبه والله بس هو ده آخر البشر يعني في الكيد وكده فربنا هملي ربنا يختم يقول له كافة بنفسك عليك كشهيدة و ويختم على فيه وأعضاه تشهد فعلا طيب أنا هشهد وأقول لك ربنا عملت إيه فيشهد فعلا نفسه تشهد عليه فعلا ما قال إيه عن كونة كنتوا أناضل أنتوا ليه عملتوا كده قالوا أنتقن الله القهر يوم الإيمة يا جماعة يوم القهر اليوم اللي هتظهر فيه بشدة صفة الله القهار فلازم تفهم ده كويس ربنا يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية حتى يشعر في استخبى حتى يشعر في فلت حتى يشعر في خبي حاجة حتى يشعر في حور يعني اليوم ده القهر فيه لدرجة شديدة فما فيش عشان كي يا ربنا فإن كان لكم كيد فكيدوني اللي يعرف عمل حاجة عملها فردهم إيه ولا حاجة فربنا يقول لهم يا ويهي لكم اليوم فمهم جدا إن إحنا نفهم حقيقة حقيقة البشر يوم القيامة لأن جماعة البشر بره يوم القيامة في الدنيا بيتكلم ويعلي صوته ويهزر ويسخر ويدلع لأنه عاعد في التكيف فهم عاعد كده مرتاح والدنيا بسيطة يوم القيامة البشر بيظهر على حقيقته والله الواحد القهار بيظهر بيظهر لنا الصفات دي بقى على حقيقتها يعني أنت تبقاش شايف أنت أنا فاهم ربنا قهار زي يوم القيامة بتشوف القهر فربنا يوم انطلقوا فيطلعوا يجروا على النار ربنا يقول ما حدش يتكلم ما حدش يعتذر يعني لا يؤذن لهم فيعتذرون أنا عايز أقول أن أنا آسف لا أنا ممنوع طب ما تقول لا أنا مقهور يوم القيامة مختلفة فإن كان لكم كيد فكيدون ويلون يومئذن للمكذبين فده الشوط الكام احنا قلنا بداية لأحداث أهوال القيامة في الأول وبعد كده قلنا الأسئلة جدل القرآن بالأسئلة أو ثلاث أسئلة وبعد كده ده الشوط التالت اللي ربنا بيوريك قهره للمكذبين دول وهم لا بيتكلموا ولا بينطقوا وبيطلعوا يجروا للنار وبيقول لهم اللي يعرف حاجة من حاجة عملها وما حدش يعرف يكيد إنهم يكيدون كيدا ربنا قال لي وأكيدوا كيدا فمهل الكافر سيبهم شوية كده لحد ما ييجوا بقى ونشوف مين مين فعلا الكائد قولنا نتلقاعدة ربنا إيه بنقول إنه ربنا بيكيد بس مش من أسماءه الكائد ماشي يعني هي صفة مش اسم حد فهم حاجة ماشي ها الله من أسماءه مش شافة عادي لأ مش زي شافة في الصفات أعمة من الأسماء صفات أعمة آه زي يضحك ماشي إن الله يضحك دي صفة آآ إيش طيان هتلاقي يوم الفصل دي جات مرتين لحد دلوقتي قبل ما ننقل على بعديها لأن هي من أسماء يوم الإيامة إنه هو اليوم الإيه اللي هيفصل فيه ربنا هيفصل فيه كتير آه في القرآن ربنا يقول إيه مرجعكم ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون آآ في الدنيا يعني إيه كل واحد عنده رأي والله ده الصح والله ده الصح والله ده الحق والله ده الحق والله ده غلط والله يوم الإيامة يوم الفصل يوم اللي هيفصل فيه فإنت محتاج تبقى فصلت محتاج تبقى فصلت في الدنيا أنت مع مين محتاج تبقى فصلت في الدنيا انت تعقاني طريق محتاج تبقى فصلت في الدنيا دي أنت عايز إيه في الأخرى المزبزبين ده اللي عندهم مشكلة يا جماعة اللي عايز الاتنين ده عندو مشكلة انا عايز دنيا واخرى في نفس الوقت عايز انام واصلي هصلي وانا داين هو عايز ايه هو عايز اتفرج عن ماتش وهصلي الاتنين لو ما فصلتش انا بتاع اخرى انا بتاع دين انا عايز ارضي ربنا لو ما فصلتش انت مش وقف في النص على الحقيقة انت مش وقف في النص أنت بس لسه موهوم لأنه يوم الفصل هيجي وتلاقي نفسك إيه ده أنا أصلا هنا فهو ده يوم أصلا عشان ربنا يفصل فيه وظهر الحقائق من أسماء الحق من أسماء اليوم ده فموما أنت من بدري بقيت وفصلت يا واضح جدا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تبقى واضح جدا لازم تفصل من بدري قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شركة له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شفت الصغة بتاعت الكلام بواضحة زي أنا جماعة أنا وجهتي كده هنا يعني قل إيه ربنا يقول لنا مش سلامي قل إني نهيته أن أعبد لدينا تدعونا من دون الله ولكن أعبد الله تعامل كده لحد ما تروح يوم الإيامة وتكتشف إيه ده سيدنا إبراهيم قال إيه قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهته وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فلازم تتعلم أنك تفصل خلاص من دي وقت وتحدد تبقى واضح كده ومقرر ممكن بقى الطريق نفسه فيه عقبات وتحديات وحوارات وطلوع ونزول بس أنا وجهتي متحددة يعني واضح يعني يعني أنت مسلم آه أنا مسلم خلاص ماشي أنا عبد ومسلم وعندي رب وعندي شرع وعندي حياة عشان نروح أخرى يعني أنا واضح أنا مين ساعتها بقى إيه ساعتها نكأنش بقى في الحياة دي والطريق ده ونشوف إيه أصلح حاجة لربنا وإزاي أرضي أكتر وإزاي بعبد أحسن بس بس تبقى واضح مهم جدا جدا أنك تفصل فاليوم ده بيفكرك بالمعنى ده لأنه هو أصلا يوم الفصل وبعد كده الشوت الرابع والنوعية دي من الآيات إن ربنا يقول إن المتقين دايما بتيجي في المواقف حتى اللي هي الصورة أصلا مش عشان المتقين يعني الصورة أصلا خطاب مش للمتقين بس ما ينفعش يتسابوا هم بيسمعوا الكلام ده لأنهم تبونا يعني هو دايما يبقى كده يبقى الصحابي قاعد بيسمع والمؤمن قاعد بيسمع وتبونا يا رب طميني بس يعني هو اليوم ده كده على الكل فلازم تنزل آيات زي دي فده هتشوفوا مثلا يعني مثلا سورة ياسين من الصور الشديدة جدا وأصلا بتتكلم مين أصلا بتتكلم أكثر الناس إعراضا ربنا قال له إنكنا مرسلين على صورات المستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر يا باوهم فهم غافلون لقد حق القول على الأكثرين فهم لا يؤمنون مبدئيا كده يعني فهم السورة بتتكلم قاني ناس فتيجي في الآخر خالص في ساد الصفحة هتلاقي إيه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل انفاكهونهم وأزواجهم عشان يتطمنوا دول هتلاقي في سورة القمر سورة القمر أصلا فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر بس إزاي ربنا أهلك الأقوام يعني ألم نهلك الأولين دي سورة القمر وبعد كده آخر آيه إيه؟ إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقينة لازم المؤمن يتطمن يعني يا رب أنا أنا مش هكذب أنا هفصل وهعبد وهقرأ قرآن وهتقي وهحسن أخلاقي وهبر أهلي وهيبقى عندي صحبة صالحة وهصلي وهبقى عبد وهستمتع بالحياة دي وأنا على دين فأنا كده تمام يعني عايز أتطمن بقى فلازم تنزل آيات للشخص ده عشان كده حتى في سورة ياسين في الصفحة اللي هي الأولانية اللي بتقول له قومك دول كذبه إزاي وأعراضه إزاي والغشاوة هتلاقي إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن من الغيب فبشره بمغفرة يعني هو ده ده أقول له ما يخافش ده مش دعم فانت لو أنت مختار صح اعرف أنه أصلا القرآن ده بشير ونذير ما هو بشير لمين للي اختار صح هو ليه واحد اختار صح ويقعد يسمع حاجة وحشة جدا مش أصلا هتحصله لا هو ده لازم يتحذر وده لازم يتطمن القرآن جاي عشان لو واحد ماشي كويس يبشره بس يبشره يعني ربنا يقول في سورة النعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا دول ناس كويسة صح فدول لما يجي يتقلهم إيه فقل سلام عليكم أنت ربنا هيتسلمكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ده ربنا أرحم الرحمين أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ربنا يغفر لكم على طول أول ما تتوق يعني شوف تحس الآية دي إيه أيوة كده يا فند سورة المرسلات دي جات أيوة ما هي سورة المرسلات دي بتحذر اللي مش عايز يفصل واللي بيكذب واللي بيعرض واللي بيستكبر أمال ده أمال ده ليه يعني هو ليه فاكر أنه هو هيتساب ده مش هيتساب ده مش هيتساب ده هيقهر يوم اليامن أما بقى المتقين فربنا إيه يقول إن المتقين فيه ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وحكاية يقول لهم إيه هم في الجنة وعاديين وبيكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملوا إن كذلك نجزي المحسنين يعني شوت إيه صغير كده ما بين ما بين ده وده حتى بعديها هيجي لهم تحذير أخير كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلوا يمئذ المكذبين إذا قيل لهم يركعوا لا يركعوا ويلوا يمئذ المكذبين فبأي حديث بعدها يؤمنون ويلها يغيرهم طيب إذا كان القرآن بيتكلم معهم ربنا نزل لهم وحي بالطريقة دي بالسياق ده باللغة دي بالشدة دي ومش بيقومت خلاص هيقوم بإيه بقى ويتسابكد بتحذير أخير يعني إنما الوقفة اللي عايزين نوقف معها برضه مع المتقين وأنا مفصلتش في اللي فوق اللي هي نطيق إلى ظل دي ثلاثة شعب عشان نربطها بدي الصورة جابت الكلام عن الظل كتير انطلقوا إلى ظل دي ثلاثة شعب بعد كده لا ظليل وليغني من اللهب وهنا قالت إيه إن المتقين فيه ظلال ماشي الحاجة دي لازم تلاحظوا جماعة تلاحظوا الموضوع ده صفحة ونص قالت كلمة ظل ثلاث مرات يبقى الصفحة دي بتفكرك بموضوع الظل بتقولك حاجة عن موضوع الظل ماشي أنت ممكن لها صورة أصغر من كده بكتير وعايزة توصل لك معنى معين جدا فتذكره كتير الكلمة فأنت من اللي ربنا يفتح عليك أنك تشوف يعني صورة البروج لو فاكرين أو حتى لو مش فاكرين صورة البروج فيها كلمة شهيد وشاهد ومشهود والله على كل شين شهيد هتلاقيها أربع خمس مرات في صفحة فهي بتقولك بتعلمك أنه في حاجة اسمها أنه الله شهيد ويرى فاهمين حاجة فكل مش كل صورة كده أغلب الصور كده أغلب الصور الصورة دي الكلمة دي جات فيها كتير قوي أو الجملة دي جات فيها كتير قوي فصح صح كده للمعنى اللي ورا الكلمة دي فالظل من الحاجات اللي اتقلت كتير في الوحي من أول صورة فاطر لما ربنا قال إيه وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا نور ولا الظل ولا الحرور ربنا بيشبه الإيمان والدين والحق بالظل وبيشبه المعاصي وطريق الباطل والضلال بالحر يعني العايش في الدنيا دي مع ربنا هو العايش في ظل ظل معناوي بس هو اللي حقيقة في الظل عند ربنا وهو ده الظل فعلا وطبعا الظل يستوي مع الحرور يعني أنهي أحسن مفهومة فده مش زي ده وطريق الباطل وطريق الظلال هو فعلا كأنهي أقف تحت الشمس حتى لو مش حاسس بس هو يعني هو حقيقة كده واللي مع ربنا هو اللي في ظل هو اللي مرتاح مش مين ما عافلو ساكتر الحر والضل مش ما بيبقى يعني مقياسهم مش مين ما عافلو ساكتر مقياسهم مين مرتاح أكتر فحقيقة فعلا اللي مع ربنا هو اللي بيبقى مرتاح نفسيته مرتاح يعني بالو مرتاح ربنا قال كده وأصلح أبقى لهم بغض النظر مين فيهم اللابس إيه مين فيهم شغلته إيه هناك مين مرتاح والوقفة في الحر مهما كان معك إيه أنت متدايق لأن الدنيا حار سبحان الله اللي مع ربنا مرتاح مرتاح نفسيا خلي بقى لأنه هو الهدف من الماديات في الآخر الأثر النفسي يعني أنا عايز الفلوس عشان السعادة مش عشان يعني أنا لو في فلوس محطوطة هنا أنا عايزها عشان تسعيدني فالأثر النفسي الأثر القلبي هو ده المهم فده ما بياخدوش اللي واقف في الحر وفي الآخر اللي بيروح لربنا ويرتاح في الضل في الدنيا هو ده اللي يتضل يوم الأيام وهو ده اللي يتضل في الآخر فوربنا يوم القيامة نبيه السلام علمنا أنه يوم القيامة اللي يحصل تدني أو تدني الشمس يوم القيامة من الخلق صح؟ لحد ما بيحصل إيه حتى تكون منهم بمقدار ميل وبعد كده النبيه السلام قال فيكونوا الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقوتيه ومنهم من يلجمه العرق الجاما فيوم القيامة الشمس تدنو ويظهر بقى أثر اللي كان عايش في الحرور في الدنيا يوم القيامة والتاني اللي كان في الضل ربنا يقول إيه؟ أين المتحبون بجلالي؟ اليوم يظل لهم بظل يوم لا ظل إلا ظل والحديث المعروف سبع يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل وربنا بيخلق ظل يوم القيامة وفي شوية ناس بيقفوا في الضل ده مش أي حد ومش وسطه ومش تعرف حد ومش يلا ويتسحب لأ خلاص بقى إحنا فهمنا القهر بقى فربنا قال مين اللي عايز يقف في الضل يبقى واحد من دول أول صنف اللي هو الحديث اللي الوحده ده اللي هو أين المتحبين بجلالي وده على فكرة يعني ما كنتش فاهم المعنى ده لحد ما قريته يعني وفهمت بجلالي يعني هو بيحب ربنا بسبب جلال ربنا فهميني؟ عارفيني جلال ربنا؟ ربنا أسماءه خلاص بتدل على الجمال اللي هو ربنا رحيم وحنان ومنان وكريم وبديع ماشي وبتدل على الجلال اللي هو القوي والعزيز والجبار ده بقى بيحب ربنا بسبب الجلال أصع صعب يعني أصع صح؟ يعني تحسين أنه إيه ده ده مدلة لا ده صفات ربنا صفاته التي تدل على الجلال يعني خليته يحب ربنا فأنا عشان كاس الموضوع حسنته إيه ده طلع أصعب أنا تمامش عايفة أنا بحب ربنا بسبب كل حاجة بس ده متحبون بجلاله وبعد كده في الحديث الثاني بيقولك سبع أصناف سبعة يظلهم الله بيظل اليوم لا يظل يوم السبعة نبيه السلام قال أول حاجة الإمام العادل وشابه النشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل طلبتهم رأى ذات جمال ومنصب فقال إني أخافه الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل إيه ذكر الله خاليا ففاضت عينه سبعة أصناف ده بحديث عايزة درس يعني عشان نفهم أصلا إيه علاقة السبعة ببعض وكل واحد فيهم يعني أعملي عشان أكون زيه يعني بس أظن ما إيه شابه النشأ في طاعة اللادي مفيش أوضح منها يعني نشأ في عبادة ربي ماشي مش بيصلي ساعات بس نبقى أطحين قلبه معلق بالمساجد ده 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 يعني كنت تفاكر أن نحن آه الحمد لله بصلي في المساجد لأ هو قلبه إيه معلق بإيه بالمساجد ماشي مش بيصلي في المساجد ساعات ده مش ده فيعني الحديث ده مش زي ما أنا فيها ثلاثة صحة أنا كنت أستطيع تقول كده أنا فيها ثلاثة لأ على فكرة تفاكرش ولا واحدة وده موضوع كبير محتاج بازل لأن ده تضل لليوم الإيام والله بجد ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني ممكن ما أنفقت يمينه برضو مش يعني مش عايز أبوز عليك أنت فاكر بس هو الموضوع أن أنت نفسك ما يبقاش لي أحظ لما بتقول أنا هعمل الحديث ده وهعمل كده عارف إيه يبوز عليك الموضوع أنت أين عملت أنت خلاص تفرحان بس فرح إيه أنه نوع الفرح اللي يبوز اللي هو أنا شايف نفسي ولا أنت يعني هي مش سهلة ف بس إحنا اللي أصلا بنتدبر المعنى بتاع الظل لأن ربنا هتلاقي آيات كتير زي دي إن المتقين في ظلال ونوعيون وقلنا لسه من شوية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وربنا يقول ودانية عليهم ظلالها وربنا قال أكلها دائما وظلها هتلاقي دايما خلاص اللي خاد العشف الظل في الدنيا بياخد ظل في يوم الإيامة وبياخد ظل في الجنة والعشف الحر في الدنيا بياخد يوم الإيامة لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني هم بيروحوا الظل هو ربنا هم بيروحوا النار لشان المشهد يعني انطلقوا إلى ظل هم بيطلعوا ليجروا النار النار هي عاملة زي الظل مضلمة ذي ثلاثة شعب شعب يعني يعرف النار بتطلع دخان ده اسمه شعبة بس هي بتطلع ثلاثة شعب من شدة النار هو مش الطبيعي انه النار تطلع ثلاثة شعب بس من شدة لهيب النار فيها ثلاثة شعب وهي حقيقة لا ظليل فهو الظل ده مفوض يحمي فلهو ما بيحميه كظل ولهو بيحميهم كأنه هم أصلا ما يتصبهمش النار ولا يغني من اللهب اللهب بيصبهم فإما أنه هو واحد يعيش في الظل مع ربنا في الدنيا فياخد الظل يوم القيامة ويقعد في الجنة في الظلال وإما أنه واحد يرفض ده وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الظل ولا الحرور ويعيش وهو في الدنيا دي بيجري وراء شهواته بيالهف وخلاص وفي الآخر يوم القيامة ما يلاقيش ظل ولا يعرف إيه يحمي نفسه من النار وربنا قال إنها ترمي بشرر إنك القصر كأنها جمالة نصف الشرارة بتاع النار ربنا بيوصف شدة وعظمة الشرارة اللي بتخرج من النار فقال إنها ترمي أولا مش النار مش بتتطاير ده هي بترمي بشرر كإيه ربنا وصف بحاجتين كالقصر كأنها جمالة نصف ودين لها في التفسير كذا حاجة عاد بس اللي أنا كنت بمين لي أو يعني اللي أنا بتحت يعني ليه كده كده المعنى يشمل كل حاجة وده برضو من أحد اختلافهم تاني من أسباب اختلاف المفسرين إنه أصلا اللغة الكلمة دي لها معناين في اللغة عادي فمرة يقول القصر اللي هو القصر اللي أنت عارفه ومرة يقول القصر اللي هي حتة الخشبة الكبيرة بها السقف هي اسمها كده في اللغة واسمها كده في اللغة وده عادي عندنا برضو في كلامنا ممكن أقول على حاجة كلمة ويبقى لها كذا معنى بس إيه سياخ الجملة بيقول لك ده أن هي معنى هنا قال لك كالقصر بس فعشان كده تلاقي مفسر قال لها معناها كده ومفسر قال معناها كده فيعني افهم ليه بيختلفوا عشان تبسط الدنيا بس على نفسك ماشي فين؟ احنا كنت كنت كلمة على الظل كأنه جمالة من صفر ونتكلم على الظل ويلون يوم أيدي المكذبين ويعكية ربنا بيحذرهم في الآخر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سورة البقرة و سورة العمران تأتي كالغمامتين فتضلان صاحبهم فاللي حافظ الخمسين صفحة دول خمسين كام تمانية وسبعين ماشي صح حافظ الأربعة تجزاء دول سهلين والله يا جماعة الحمد لله يعني سهلين يعني سبحان الله فده بياخد الظل ده أسهلك من الحديث ده أنا بقول لك هو أن الحديث ده بعد ما بعد ما حد هو أصلا مبني على الإخلاص فهو مشكلة كبيرة والله الحديث أصلا الرابط ما بينهم الإخلاص المهم يعني يعني إحفظ بقرة العمران تقريبا إن شاء الله أسهل أسهل ومشيها مش صعبة هي إن شاء الله سهلة وأسهل يعني ماشي بس أنا هنا برضو استوقفني كلمة جماعة ربنا قولوا كولوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون محتاجين بس يعني تمتعوا يعني هم بيتمتعوا فعلا أحيش يسعيني إنهم أفحر بس ساعات كده يعني إيه إذا هو الكافر هو بيتحك أنا سمع وبيتحك واللي معرض عن ربنا ده أنا شايفه مبسوط وأنا شايف إنه معاه صح؟ معاه معاه عربيات ومعاه لبس ومعاه فلوس وساكن هنا وبيسافر هنا وبعمل يحط صور هو ده صح ولا غلط وربنا قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له على المنافقين فلا يتعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا طب بس هم بيتعذبوش بيها وحتى التفسير يعني يقول لك هل هم بيتعذبوا بيها المشاهدون هم بيتعذبش بيها هو يعذبهم بيها في الأخرة بسبب هم يعملوا بيها في الدنيا إنما في الحقيقة هو بيتمتع وربنا قال له تمتع بس عشان بس نحط كل حاجة في حجمها أولا قال تمتعه قليلا يعني مبدئيا كده لو افترضنا إن هو بيتمتع واللي في الجنة بيتمتع فده هيتمتع انت مثلا عندك عشرين سنة تلاتين سنة هيتتمتع تلاتين سنة بس خلاص موضوع كده خلص عشان بس إيه لسه أصلا لها تكملة بس مبدئيا لو هي بس لو هي من غير أي حاجة تانية هو ده هيتمتع وزي بعض بالظبط يعني أنا مش هقول إيه مش هقول إنه الفجانة أحلى هقول هو هو بس ده تلاتين سنة بس ومش هقول إنه ده أبدي ما أنا بقولك أنت لو حطيت الفاكتورز كلها هتلاقي إنه المتعة دي مش زي المتعة دي خالص وهتلاقي إنه شدة المتعة دي يعني الجودة بقى بتاعتها فهمين حاجة؟ الجودة يعني إيه يعني طعم الشوكولاتة هنا وطعم الشوكولاتة هنا ماشي؟ شدة المتعة دي مش زي دي خالص وهنا بقى أشر لحاجة واحدة بس إيه هي؟ قليلا مدة المتعة دي مش زي دي خالص في صور تانية وضح الباقي يعني قال الله والآخرة خير وأبقى خير دي هي الجودة فدي مش زي دي والأحاديث كتيرة بتقولك إنه الدنيا ما تسويش الأخرة فالمتعة دي مش زي دي فليه واحد يختار إنه هو يستمتع بلزة قليلة كوقت قليلة ككمية قليلة كجودة لوقته قصير جدا هو تلاتين سنة دا أنا بقى الحمد لله دلوقتي أنا عديت التلاتين دي فبقيت شايف إنه التلاتين دي قليلة جدا يا جماعة فعلا يعني يعني أنا وانا عندي مثلاً عشرين أقول فاضل خمسين فكت كتيرة فانا دلوقتي أربعة وثياتين ففاضل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضل زيهم فهم هو ده ولا والله فعلا أنا ما استمت يعني أنا ما يعني أنا اللي خرجت بيه حاجة حقيرة جداً يعني من الآخر يعني المتعة اللي خرجت بيه وأنا كنت بحاول استمتع مش اللي Lebanon وطاعد ولا أنا اللي خرجت بيه فاللي فاضل فمن الآخر يعني أنا اللي هطلع بيه هطلع بيه أولياء جداً أنا جبت مثلاً بتاع سبع موباييلات في حياتي مثلاً يعني انت يعني WITHOUT هوا الده اللي هطلع به فهم؟ أيوا يعني أنت مثلاً يعني آها Sanعتarm нов acetrikan في حياتك فهم؟ انت هتفكر كيف تلاتة مثلا ده ده لو انت يعني استمتعت بجد منهم لانوس فعملوا مستعمالة بتاع تابوك وبعديهم اللي مش عارف الكورولا بتاع تنمتك ولسه جاي بواحدة مثلا اللي هو ايه انا المتعة قليلة جدا يا جماعة اللي في الدنيا المتعة اللي في الدنيا قليلة جدا زود بقى على ده زود على ده الحر اللي هو عايش فيه قولنا قبل كده الخلق الدقيق دي دي معايش تنضنك فان اقارد عندك لي فان لو معايش تنضنك نفسيته غير مستقرة وفطرته وروحه بتتقطع من جواه ماديا هو بيستمتع يعني هو بيستمتع بالعصير وبيستمتع بالفيلم وبيستمتع بالعربية بس بضيف على دي التنغيص اللي حصله ففي مقابل مؤمن قاعد في الظل انا اخترت صح وانا عايش صح وانا هروح لحتة صح وانا كذبان وانا بحبود الله وانا على مراد ربنا وانا متوكع عليه وربنا بيتولاني وربنا هيرزقني وربنا هو اللي بيحفظني وربنا هو اللي بيحميني ده دي المعاني بس اللي المؤمن عايشها وربنا يرديه برزقه وربنا يرديه ويحفظ عليه ماله وبيته وولده فعايش في.. وبيضحي بشوية متع بضحي عشان يصلي عشان ما يكلش حرام بيضحي بشوية متع وبعد كده تفرج بقى عليهم بقى يوم الإيام وده اللي ربنا قال قال لهم كله وتمتعه خليلا وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال لي ماشي ممكن أقول لها ساعة زي جيب أول آية أحب أقول لها آية الذين أمانوا وعملوا الصالحات أيها صح إن الله يدخل الذين أمانوا وعملوا الصالحات جنات تجريم تحت الأنهار والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار ماثول له تعالى بقى تكمل معانا القصة عشان تختار صح تكمل بعد التلاتين سنة الاتنين ماشيين أهو في طريقين أهو ده بيضحي بحاجات بيضحي بيغض بصره بيضحي يا جماعة يعني محادش يتحاج عليك في فرق يا بني أقول لك الحياة في الدنيا أحلى مع ربنا وإيه هي الحياة في الدنيا مع ربنا الحياة في الدنيا أحلى الظل الحياة في الدنيا أحلى مع ربنا البصير النور الحياة في الدنيا أحلى وإنت بالضحي وبتترك متع الحياة أحلى كلها على بعض لما تاخد معاها الراحة النفسية والفهم أنا مين ويعني إيه حياة والرضا اللي بيجي الدولار بيطلع وإلا مش عام فيه خلاص أنا عندي ربه هيرزقني معروفة الكلام ده الحياة مع ربنا أحلى مع إن هي فيها إيه فيها تضحيات عادي جدا آه أنت هتغض بصرك آه أنت مش هتشتم آه أنت هتجي على نفسك عشان أهلك آه اللي هي التضحية دي ترك المتع دي مع إن أنت بتستمتع بالقرآن والصحبة والناس النظيفة والأخلاق الكويسة والإسلام الجميل والحياة بتاعت الشرع السوية اللي بتخليك تحفظ على فطرتك وحياة مراتك وولادك أنت باخد كده كومبو أصلا هو أحلى هو ضل فده عاش كده وفعليا بيضحي بمتع خلاص متفقين وده عاش نفسيته مش مستقرة وعمال يخاف عن الرزق وعمال يتقطع وعمال يتبهدل وعمال يدور وعمال يروح ويصب بمرض ومش عاف يصبر ومش فهم قيمة الصبر ومش قادر يقدر الرضا وبعد كده ياخد شوية متعة وبعد كده قليلا وبعد كده يبدأ يوم الإقامة تفرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض مش الاتنين دول سيبك من الاتنين دول بقى يعني ده واحد قلنا إيه خد كم عربية وده واحد ضحى بشوية لأ أنعم أهل الأرض أنا ده أنا معرفوش وأنت تعرفوش يعني أصلا هو لو عاش في زماننا انت مش هتشوفه ولا تسمع عنه يعني هو من كتر التمتع هو في حتة تانية وأنا مظنش أنه هو في زمان يعني 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 كل زمان ليه أنعم واحد في زربنا قال أنعم يعني نبي صلى الله عليه وسلم قال أنعم أهل الأرض فإيه اللي يحصل؟ بس هو من أهل النار مش متكلم عن الكويسين يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة أو يغمس في النار غمس فيقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ فيقول إيه؟ والله يا رب لا أنا بستعجب من أنه بيحلف بيحلف في دم ربنا هو مش بيه هو هو نسي هو يعني لكن مثلا يا جماعة رجله تكسرت فهي مكسورة بقى وهو بيتوجع فتقول له فاكر تعمل أول ما تخيل مشدة الألم اللي حصلت له هو مش 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 فهم ما تكلمني يعني فعلا ساعتك أنت ممكن قصد تبقى نايم أقولك هو أنت تقول لي يا عم أنا مش مركز معاك ليه؟ في حالة تانية خالص ده صبغ صبغة ده ما تسابش في النار ده صبغ صبغة في النار غمسة في النار زي البقسماتها كده وبعاك أتقول له إيه هل ذوقت هل رأيت خيرا قط؟ هل ذوقت هل مرة بيك يا نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب هل ذوقت بأبأس أهل الأرض يعني إيه ربنا نسأل الله عافية لا عافش ده عايش إزاي ويقال ويغمس في الجنة خمسة ويقال إيه هل رأيت بقسم قط؟ يقول والله يا رب ما مرة بيقسم قط هاش فاكر حقا أنا اللي شفته دخلني بس يا رب جنة تانية عشان أنا دلوقتي مش فاهم يعني أنا متخيل الشخص ده كده أنا أنا ما شفتش تمام تمام خلاص يعني تخيل في ثانية واحدة بأبأس ده ده مش انت ده أنت ما عرفوش بردو ده أبأس أهل الأرض لما تحط في النار في الجنة إيه؟ غمسة الغمسة دي يا جماعة يعني هي يعني المفروض تقدر بسانيتين تلاء يعني يعني هو عينه جت على إيه؟ خلاه يقول إيه؟ والله يا رب أنا ما يقولها فاكر حاجة ولا حصل لي حاجة سبعين سنة أنا ما حصليش حاجة وأنا بقول يا رب حصل ليش حاجة ولا رأيت شدة قط وبيحلف ده ده الاثنين بس إيه؟ ده واحد ما عرفش عم يعني حصل ليح يحصلوا إيه في النوار أو ليح يحصلوا إيه في الجنة؟ خلاص الموضوع عندهم فلا سيبك من دول أنا بتكلم عليه وأنت عايش حياة كويسة بس قررت أن أنت إيه؟ ما تبقاش زي دول مش هدفك إيه؟ آيفون فورتين فهم؟ وعال عربية فهم؟ البي ام وبس يعني هو عصلا يعني ربي يعني بس يعني فهم؟ ما أطموحك وبس؟ التمتعه قليلا وعايزين نأكل فيه النهاردة وعايزين فلوس وتشتغلوا بكام؟ هيدو كام؟ سبعة؟ تسعة؟ هل بتوني كام؟ فهم؟ ونسا متخرج ومش فهم؟ التمتع قليل أوي طب يا ابني ما هو فيه جنة عرضات سماوات والأرض ومنتقين في ظلال وعيون وفاكه مما يشتهون الموضوع الاشتهاء ده رهيب يعني أنا دي من الكلمات اللي بتقابل أصلنا يعني يعني طمع فهم؟ فانت لو سبتها لنا أنا هتغشم يعني فهم؟ فالقرآن بقى بيقولها كتير القرآن بيقولها كتير في صورة فصلت برضو وأبشيروا بالجنة التي كنتم بعودون نحن أولئكم في الحياة الدنيا وفي الأخيرة وفيها ما تشتهي أنفسكم يعني بيقولها أنا بحس كتير أنا 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 أشتهي حكا كتير أوي انت مش فاهم فلا هو إيه؟ ربما يسيبها لك إنت اللي إنت عايزه اللي إنت عايزه اللي إنا عايزه ده كتير جدا لا الله أكتر يعني مش هيدي مشكلة خالص بس في الدنيا هي مش ما تشتهي أصلا هي تمتعه قليلا هي من كان يريد العجلة عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد يعني هو إيه؟ موبايل هواوي حلو هي دي ما نشاء لمن نريد؟ أيوان شدت عايزه آيفون 14؟ مش كلكو عايزة آيفون 14؟ كم واحد معها؟ آآ ثلاثة عخشة في المية ما هي كده؟ ما نشاء لمن نريد؟ فهي في الدنيا كده؟ فما نبقى أزكية شوية أنا أول ما سمعت قليلا دي؟ يا دول أغبية جدا هم يتمتعوا وما فيش مشكلة خلاص دي كده تحلت أنا معديش مشكلة بعيكية أن أشوف واحد كافر بيتمتع لأنه يخساره فاضله شوية ويقول ما دقته نعيما قط وإن شاء الله أنا فاضلي شوية وفي حت تانية خالص ومع ذلك أنا أصلا أنا راضي يعني أنا كده راضي بالدنيا دي اللي أنا معيش حاجة فيها اللي أنا بضحي أنا راضي جدا فحيزيني بقى أزكية شوية كله يتمتعوا قليلا إنكم مجرمون بعد كده آخر تحذير بقى وهذا كله يرجعون مركعون لا يركعون فبقى أي حديث بعدها فدي صورة المرسلات صورة المرسلات صورة شديدة عملة تحذر وتتوعد اللي بيكذب وتقيم عليه الحجة وتقول له الله أهلك الأولين لازم تخاف الله اللي خلقك لازم تخضع لده الله اللي صخر الكون ده كله عشان تعبده لازم تسمع الكلام ما سمعتش يا ويلك تفرج عليك يوم القيامة يا ويلك ويفضل له يا ويلك يا ويلك يا ويلك وتشوف قهر ربنا ليهم وتشوف تحذير ربنا ليهم وفي الآخر ربنا يقول لك سريعا للمتقين ما يقلقوش ما يخافوش من النبرة دي ومن الشدة دي في يوم القيامة لأ المتقين دول في الظلال فلو هنطلع بحاجة من الصورة دي يوم الفصل الفصل دي معنى مهمة جدا ونطلع بحاجة فدول فعلا المعايين الأكتر اللي شدون يعني إن شاء الله مرة جاي نكمل بإذن الله الصور اللي ورى اللي كانت فاتتتنا سبحانك اللي هو بحمدك أشهد الله لأنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته